هذا مستطيل قس طول الخط الأخضر في الأسفل مر بوحدة المستطيل ومر بوحدة السنتيمتر باستخدام المسطرة ربما لاحظتم مباشرة أن طول الخط الأخضر يساوي مستطيلاً واحداً وإذا قسطم الخط الأخضر بالسنتيمترات فإن طوله يساوي ستة سنتيمترات إذن طول الخط يساوي واحد مستطيل وطول الخط ستة سنتيمتر يبدو هذا منطقياً المستطيل أطول بكثير من سنتيمتر واحد اكتبوا هنا طول المستطيل ستة سنتيمترات وطوله أكثر من سنتيمتر واحد فالمستطيل طوله ستة سنتيمتر وطول السنتيمتر الواحد هو هذا المقدار هنا تحتاج إلى عدد مستطيلات فراغ من السنتيمترات لقياس طول الخط الجواب هو أقل لأن واحد أقل من ستة احتجتم إلى مستطيل واحد لقياس طول الخط لكنكم احتجتم إلى ستة سنتيمترات لقياس طول نفس الخط السؤال الثاني هذا مستطيل قص طول الخط الأزرق في الأسفل مر بوحدة المستطيل ومر بوحدة السنتيمتر باستخدام المسترة طول الخط يساوي مستطيلين اثنين يبلغ طول الخط اثنين مستطيل ويبلغ طول الخط أربعة سنتيمتر كل مستطيل أخضر هو فراغ من واحد سنتيمتر الجواب هو أطول لأن طول كل مستطيل يساوي سنتيمترين تحتاج إلى عدد مستطيلات فراغ من السنتيمترات لقياس طول الخط لأن كل مستطيل أطول من السنتيمتر تحتاج إلى عدد مستطيلات أقل لقياس الخط الجواب هو أقل احتجتم إلى مستطيلين اثنين لقياس طول الخط لكنكم احتجتم إلى أربع سنتيمترات لقياس طول الخط واثنين أقل من أربعة السؤال الثالث هذا مستطيل قس طول الخط الأخضر في الأسفل مر بوحدة المستطيل ومر بوحدة السنتيمتر باستخدام المسترة يبلغ طول الخط أربعة مستطيلات ويبلغ طول الخط سبعة سنتيمترات كل مستطيل أزرق هو فراغ من السنتيمتر الواحد الجواب هو أطول ترون هنا أن طول كل مستطيل أكثر من واحد سنتيمتر وتحتاج إلى عدد مستطيلات أقل من السنتيمترات لقياس طول الخط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر